كرواتيا بلجيكة ماذا سجلت وفكرت خلقك لي طبعا المباراة كانت صعبة على الفريقين بلجيكة محتاجة الفوز كرواتيا محتاجة التعادل على الأقل حتى ترافق المغرب المباراة لعبت بيان واحد وبالنتيجة قد يكون الشوط الأول كان شوط متكافئ لكل الفريقين لكن الشوط الثاني الفرص الحقيقية اللي اجت لفريق بلجيكة يمكن قد يكون بطل المباراة بإضاءة الفرص اليوم لكوكو يمكن مو فقط أضع فرص سهلة للتسجيل حتى يودي بلجيكة للدور الثاني وإنما كثير من الكرات كانت في طريقها إلى المرمى كان هو حايد صد يعني اليوم ما يمكن أنا وجنة تكلمنا قال لي كابت أنه حايد من أصحابه فعملية إحساسة بالكرة بعد اللي حد الآن يمكن احنا بالمباراة اللي قبلها شفناها شاهدناها بالشوط الثاني بديل اليوم المدرب بدأ به لكن هل المباراة يعني المباراة كانت بالشوط الثاني مباراة رائعة جدا فرص حقيقية للتسجيل موجودة إذا مرينا على بالنسبة للشوط الأول يمكن راح نشوف بها مع الأخوة هدف ملغي فرص حقيقية للتسجيل فالمباراة كانت محتاجة البلجيكا محتاجة الفوز نعم بينما تتحية الهايلايتس أريد أسأل نعيم هل يعني أنه بلجيكا المصنف الثالث نعم يعني لوكوكو وإن لم يكن انتهى الموضوع لا لا أكيد المنتخب البلجيكي من الفرق اللي قدمت مستيراته أكيد مثل ما تحدثت إنه مستوى الثالث ما يليق باسم بلجيكا وبهذا الأداء اللي يقدمه في المونديال لكن أنا أعتقد حتى التصريحات هازارد ديبو سبقت هذه المباراة سبقت هذه المباراة حول الفريق قال هذا الفريق ممكن يكون آخر مشاركة إليه ومو بالقوة اللي كان قبل سنوات بيها فما أعتقد راح نعبر لو نرجع الآن معدل أعمارهم عندنا الإحصائية يعني أغلب الأعمار فوق الـ 33 وطالع الحد يعني أعتقد أكثر من 14 إلى 15 لاعب هم فوق 33 سنة والأعمار اللي موجودين أنا بس أرجع الشغلة الكابتن أتحدث أنه حول جاهزية لوكوكو يعني اليوم لوكوكو جاهزية تامة على الفرص اللي سنحت إليه مع العلم أنه أشرك في الشوط الثاني أعتقد كان هو الآن هو هداف المونديال يعني الفرص اللي إتيحت إليه يمكن خمس فرص محققة يعني مو أنصاف الفرص فرص سهل تكاد تكون المرمى خالي حتى من حارس المرمى يعني ممكن أنه لو استغل الفرص اليوم اللي واصلته بشوط واحد بشوط بشوط واحد كان ممكن يكون هداف المونديال الآن هو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر